مع شركتنا لا حدود لإمكانياتك ومداخلك المادية متاح لك الوصول لسوق كبير جدا سواء في الجزائر أو الدول العربية الأخرى أو حتى على المستوى العالمي فهي فرصة استثنائية للنمو والتوسع بشكل هائل وتغيير واقعك المادي جذريا وذلك يعتمد أساسا على مدى استعدادك والتزامك لتحقيق طموحاتك إن ضم إلينا الآن فنحن لا نوفر فرصة عمل فقط بل تجربة فريدة من نوعها لن تجدوها في أي مكان آخر تواصلوا معنا في رابط الواتساب مجموعتنا على واتساب لمعلومات أكثر في هذا الفيديو سوف أقدم وصفات طبيعية فقط تابعي معي الفيديو للأخير من أجل الاستفادة من هذه الوصفات لدينا أولا بذور الدرع أو الإيلان البشنة أو حبوب الدخن متوفرة عند العطار فقط أطلبي منه حبوب الدرع أو الدخن قلت الإيلان أو البشنة وكذلك نحتاج هنا لبذور السمسم هنا بذور السمسم يمكن نستعمل هذا النوع أو يمكن أن نستعمل النوع الثاني بذور السمسم لدينا أنواع من بذور السمسم المتوفر عندك في البيت استخدميه في هذه الوصفة لا نحتاج إلى تحميص هذه البذور نقوم بطحن هذه البذور ثم نعود لإتمام الوصفة ويجب أن لا ننسى غربلة هذه البذور خصوصا بذور الدرع يجب غربلتها جيدا والحصول عليها بودرة ناعمة نأخذ بودرة السمسم المطحون نضعها في علبة وطبعا هنا السمسم يحتوي على كمية كبيرة من الكاليسيوم التي تساعد في تقوية العظام تمنع الإصابة بهشاشة العظام وكذلك خاصة السيدات التي تزيد فرصة إصابة بهشاشة العظام لديهم عن الرجال خاصة في فترة انقطاع الطمث ويدخل كذلك في تكوينه أي السمسم ميغنيزيوم وطبعا الميغنيزيوم طبعا تناوله بكمية طبيعية يساعد في تقوية العظام ويساعدنا في زيادة تركيز الفيتامين دال في العظام طبعا كما كلما قل مستوى الميغنيزيوم في الجسم تزيد مشاكل العظام كذلك هنا السمسم يحتوي على بروتين يساعد في تقوية الصحة يساعد في تقوية العظام يخلصنا من الهشاشة وكذلك بناء الجسم كذلك من مكوناته فوسفور يساعد في تكثيف العظام يعمل على مساعدة الكاليسيوم في تقوية العظام وطبعا به زينك بنسبة كبيرة وطبعا هنا الزينك يعد من المعادن الهامة التي تقين منها شاشة العظام وكذلك يساعد في الوقاية من التهابات المفاصل لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات وبكميات كبيرة ويساعد في الوقاية من خشونة الركبة كذلك يساعد في تسكين الألم ونضيف على السمسم بودرة الدرع ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض بهذا الشكل طبعا تابعي مع الفيديو جيدا حتى لا تكون هناك أي أخطاب نخلط المكونات جيدا مع بعض ثم نقوم بحفظ هذه المكونات في علبة من زجاج نحفظ هذه المكونات يمكننا إضافة بذور الشية أي بذور الشية لهذه المكونات رائعة جدا لزيادة طبعا علاج عفوا نقص فيتامين دال كذلك إذا توفر لديك لا مانع أبدا في ذلك ثم نأخذ زبادي طبيعي زبادي طبيعي يوغورت طبيعي أو دانون مسوس حوالي 100 جرام من الزبادي الطبيعي ونضع عليه 2 ملاعق مملوء صغيرة من هذه المكونات بهذا الشكل نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض ونتناول هذه الوصفة صباحا لا يهم إن كان على الريق ولكن نتناولها صباحا يمكن مع وجبة فطور الصباح يمكننا أخذ هذه الوصفة ونستمر عليها لمدة شهر كامل وبعدها نحلل ونلاحظ النتائج إن شاء الله تكون مرضية هذه الوصفة يمكن استعمالها من قبل الحوامل والمرضعات ويمكن استعمالها لكل من يعانون من نقص فيتامين دال قلت يمكننا إضافة ملعقة صغيرة من بذور أشياء لهذه الوصفة طبعا نقص فيتامين دال أو بما يسمى فيتامين الشمس يسبب مضاعفات كثيرة مثل التعب والإجهاد وألم المفاصل وحتى الاكتئاب ننتقل لعمل الوصفة الثانية طبعا الوصفة الثانية كذلك هي رائعة مجربة وسبق ووضعتها بالقناة نأخذ هنا التين المجفف تين مجفف فالتين المجفف يعمل على رفع معدل الفيتامين دال في الجسم أضعاف مضاعفة الطريقة هي كالآتي نأخذ ثلاث حبات من المشمش المجفف عفوا التين المجفف عفوا يمكن إضافة المشمش المجفف كذلك لهذه الوصفة كذلك هو فعال ونضع عليها الماء مباشرة ماء عادي ونترك هذه المكونات في المطبخ مع تغطية الإناء طبعا ونتركها ليلة كاملة وفي الصباح يتم شرب هذا الماء في الصباح على الريق نقوم بشرب هذا الماء ونتناول الثلاث حبات من التين المجفف كذلك وهذه الوصفة قلت ترفع معدل الفيتامين دال والالتزام بها يوميا ولكن خلال ثلاثة أشهر سيرتفع معدل الفيتامين لدينا هذا المنقوع كذلك سيوفر لنا حاجة الجسم من الفيتامين E والفيتامي K وكذلك C وB وكاليسيوم وبوتاسيوم ويزيد لنا الإمساك إذا كانت هناك حالات إمساك ويساعد على نزول الوزن لمن تعاني من السمنة إذا كنت نحيفة أنصح بعمل هذه الوصفة مع حليب كامل الدسم يعطينا نظار للبشرة ويحمي كذلك من أنواع كثيرة من السرطانات عفان الله وإياكم جميعا آمن للحوامل والمرضعات وكل من يعانون من مشاكل بالفيتامين دال وكذلك الإمساك والمشاكل التي ذكرتها يمكن أخذ هذه الوصفة وبكل أمل الوصفة الثالثة هي وصفة التين المجفف مع زيت الزيتون المنقوعة في زيت الزيتون طريقة تحضيرها موجودة في القناة يمكن العودة إلى هذا الفيديو والاستفادة من طريقة عمل هذه الوصفة سبق ووضعتها بالقناة وهي كذلك فعالة لعلاج هذه المشاكل بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية من الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته